في الأنبار وبعد أقل من أسبوع على تحرير ناحية العبيدي في قضاء القائم افتتحت وزارة الدفاع مستشفى العبيدي فضلا عن تأمين الناحية لغرض عودة نازحين إليها غربي المخافضة وبحسب بيان للوزارة فإن الفرقة السابعة في الجيش وبالتنسيق مع دائرة صحة الأنبار افتتحت مستشفى العبيدي في قضاء القائم لغرض تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمقاتلين وذلك بعد حملة تنظيف لأبنية المستشفى وإعادة الأجهزة الطبية التي سرقها داعش وتوجيه دعوة للكوادر الطبية للالتحاق بالعمل شارع أبطان وبجهود المؤسسة الأمنية المختلفة من حشد وشرطة وجيش وحتى السكان المحلين في منطقة العبيدي الجديدة لإعادة الخدمات إلى مستشفى العبيدي في قضاء القائم وكذلك تفتيش كافة الطرق الرئيسية والمدارس لإعادة عام دراسي جديد لغرض إعادة افتتاح المدارس كذلك من الخدمات التي تم تقديمها من قبل الأجهزة الأمنية وتوفير الأمن والحماية إلى كافة السكان المحليين في الجوامع وتوزيع المواد الإغاثية إلى السكان المتواجدين البناء التحتية كمستشفى كبنايات وكمواد أجهزة متوفرة من الممكن أن نعيدها ونستفاد من عيدها